كشفت وثائق سرية أن الرئيس التركي رجب طيب أردغان قام بترقية عقيد مقرب من جماعة سلفية تابعة للقاعدة في تركيا وكشف بحث لخليفة العقيد فداي أنسال أن أبن عم العقيد كان عضوا في الجماعة السلفية وفق لمعلومات تم تقديمها بتاريخ 8 مايو 2013 من قبل المدرية العامة للأمن ونقلها إلى هيئة الأركان العامة التي أبلغت فيما بعد قيادة القوات البرية بالمعلومات الاستخبارية أعلنت قوات الجيش اليمني إسقاط أربع طائرات مسيرة وأحباط هجمات انتحارية لميليشيا الحوثي الانقلابية في عدد من جبهات القتال بمدرية نهم شرقي العاصمة صنعاء وقال المركز الأعلامي للقوات المسلحة اليمنية في بيان أن قوات الجيش الوطني تخوض معارك عنيفة ضد الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران لليوم الثالث على التوالي